اخر شي تكلمنا عن الدروفاتيب للتترا سايكلين واخر شي كان موضوعنا والذكرنا هو الاكسي تترا سايكلين والمينو تترا سايكلين اللي شفنا انه الاكتيفتي مالتهم نوعا ما اقوى من البقية الستابلتي كانت مالتهم اكثر ممكن انطيهم اورالي لديوريشن كان مالتهم اكثر ممكن انطيهم توايس دايلي بنفس الوقت شفنا ان المينو سايكلين كان عنده سبريارتي حتى عن الديوكسي سايكلين خصوصا بالستافيلو كوكا السيترين اللي بيها رزيستنس اغانست ميثاسلين وحتى اللي عنده رزيستنس للديوكسي سايكلين وشفنا انه المينو سايكلين استخدمه للأبرسباراتر انفكشن استخدمه بالرينال انفكشن حتى بنوع من المنينجايتس بس تسطول احنا قلنا دعم اكو استخدام للانتباعتك كل البكتيريال جين دايما راح جين وبلازمد اللي موجود راح يسوي فد نوع من الريزيستنس لهذه الانتباعتك لكثرة استخدامها ولفترة استخدامها الطويلة فحتى نخلص من هذي دايما احنا دراسة الستركتر اكتيبيت فشاف انه مثل ما شفنا عالكو افضالية للمينو سايكلين فبدى يضيف احنا تذكرون قلنا على الـ 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 هي اروماتيك وبها فنول بها الـ 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 فلذلك راح يسوي فالإضافة كانت مالته هو استخدم اللي مثل ما تشوفه هنانا هذا المركب هو منوسايكلين إضافة تيرشيري بيوتل أمينو غلايسين اللي على البوزيشن الأمينو بوزيشن ناين فإذن هذا الغلايسين تيرشيري بيوتل غلايسين أمينو والاكتيفتي مالته كانت جيدة بزيستنس مالته كان للدياكتيبيشن كان جيد يعني بعد البكتيريا ما قدرت تسوي لرزيستنس وإنما هو كان مقاوم إلها النوع الثاني مثل ما تشوف حضر تو كومتوند اللي هذي دايمثيل غلايسيل أمينو لهذا الغلايسين فدايمثيل غلايسيل أمينو اللي هم على فوزيشن ناين مرة كانت هاي الأكس إيج فكان ديوكسي تترا سايكلين يعني دوكسي سايكلين ومرة لا أستخدم المينو سايكلين يعني إنها كانت دايمثيل أمينو جروب وشاف هذه التري كومفوند اللي هاكتيفتي جيدة ونفس الوقت كانت رزيستنس للدياكتيبيشن مالتي بكتيريا الموضوع الآخر هو المايكرولايتس المايكرولايتس هي أنتبايتك آزوليتد فروم أكتينا مايسيز وهي مجموعة من الكمباونت اللي هي كيميكالا ريليتد عدد كبير منها تفوق الأربعين بس اللي أكترها مستخدمة وكومرشيالي هو الأريترومايسين والإنديومايسين هذه المركبات يعني يجمعها عدة نقاط واللي يجي من التسمية وهم نقطة بي أنه كلمة المايكرولايت جدي من هذه الرنج اللي هي بيكلاكتون رنج مثل ما تشوفكه أوكسجين وكاربونيل وهي رنج فهي بيكلاكتون رنج وهذه الرنج خد تكون متكونة من 12 أتم أو 14 أو 16 رح تفرق لأنه نحن ذلك ما قلنا هي كلها بايو سينثيتك فاللي رح تأتن فصل رح تكون مختلفة حسب السينثيز اللي صار لها أو البايو سينثيز اللي أتحضرت منها إذن أول شي إنه تكون بيكلاكتون رنج وبيها كاربونيل جروب وبنفس الوقت بيها بلايكوسايد كلينكيج اللي يوصل لي الأمينو شغر هذا وبنفس الوقت أكون أنظر شغر رح يتصل هنا بال بيكلاكتون رنج هنا أنا بصورة عامة رح نشوف من دراستنا أنه هذي العمينو شغر اللي هي الجيسو سامين يسميها موجودة بالأريترومايسين موجودة بقية المايكرولايد اللي رح ندرسها بس اللي رح يفرق عنده هو الشغر موهيتي هذه الثانية مثلا هنا أنا بالأريترومايسين هي كلادينوز بالدريبت المالتكلادينوز بس رح نشوف الألنديومايسين الألنديوز بي فهذي اللي رح تفرق بس وطبعا سبستيوشن نوعا مع الرنج رح تفرق وبس الأمينوشوغر هي نفس الديسوسامين مثل ما دا تلاحل ما داب عندي هنا الأمينوغروب فراح أشوفه طبعا ما رح يكون بايزيك لأنه بأمينوغروب والأمينوغروب مثل ما دا تشوف هي تيرشري أمينوغروب وانت من دراستك تعرف أنه والتاشري أمينوغروب بايزيك ما لتعلم السكندري والسكندري أعلم من البرايماري أكو شيء آخر قسم منها هذه الرنج نفسها قد يكون بها double bond أو يكون بها فالنوع من الكونجوغيشن والكاربوني البرود هذه وأكو مجاميع نفس البد رنج هذه تكون موجودة بيها مثل الريفام ومثل الأنفيتوراسين هذولة أيضا بيها بيب لاكتان رنج بس ما تدرس ضمن هذا النوع من انتبايتك اللي هي المايكرو لايت ندرس هوية مجموعة أخرى الميكانيزم أوف أكشن المايكرو لايت الاكتيفتي مالتا هو يسوي في النوع من المايندينج إلى على في الوزشن معين من ال في يأثر على ال بكتريا البروتين سينفيس هذه الطريقة والميكانيزم اللي راح يشتغل بها الأريثرو مايسين أو مجموعة المايكرو لايت إذا راح تأثر لي على بكتريا البروتين سينفيس المايكرو لايت بصورة عامة الاكتيفتي مالتها راح تكون على جرام طوزتف أكثر من جرام نيجاتف بالسبب أنه صعوبة دخولها إلى ثرو دي سيل وول إلا بأنواع معينة مثل الانتيرو بكترياسي اللي هي السيل وول ما لاتها يعتمد على البي ايج فالتغير البي ايج ممكن يحدث تدخل بالسيل وول فقدر تدخل إلى الانتيرو مايسين أو بالنوع الآخر اللي هو البروتو فلاست جرام نيجاتف باسل لايت اللي يكون ماعدها أو فاخدة السيل وول ماعدتها فممكن يؤثر عليها بس بصورة عامة راح يكون تأثير على الجرام بوزيتف أكثر من الجرام نيجاتف باسل لايت بس احنا نعرف أنه نوعا ما البروت سفكترام التجيد وهي حالات من اللي يكون بها الريزيستنس أو الارجي against البنسلين أو السيفال السبورين هو راح يكون أهم بديل بالنسبة لهذه الحالات لشان راح يصير الريزيستنس الريزيستنس ضد الريتروميسين راح يكون أنه نظام معين راح يسوي مثلي الريتروميسين على الريتروميسين يسوي مثليشن للأدنين اللي موجود بهذا الريزيستنس بالرزيديو مال الريتروميسين اللي يرتبط بالريتروميسين فبهالحالة يمنع ارتباط الريتروميسين بهذا الريتروميسين من 50S رايبوسومال سبيونت فإنهي الأكتيفتي مالتا لكن شافوا أنه هذه المثاليشن ما تأثر على الرايبوسومال عراء يعني أنه يبقى تسوي الأكتيفتي مالتا وتبقى البروتين سينثيس كأنه ماكو أي تأثير فهذه الطريقة اللي راح يصير بها للأريثرومايسين مثل ما قلنا المايكرولايد هي من الأنتبايتك المهمة أكثر الأكتيفتي مالتا راح تكون على على وأيضا عدها على نوع من نايزيريا وأنواع أخرى من بقية الأنتبايتك الأكتيفتي مالتها قليلة أو تأثيرها قليل عليها أول مركب هو مثل ما تشوف هذا واللي هو موجود هو الأريثرومايسين لكلنا نعرف الأريثرومايسين موجود على شكل موجود على شكل كابسول الأريثرومايسين مثل ما تشوف طبعا الترقيمة دائما يبدي من الكاربونيل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة مانية تسعة عشرة دعش اثناش تلتعاش أرباطعش حتى السه نعرف من يصير فالتغيير بال نعرف التغيير اللي صار عندنا وشنو تأثير على مركب مالتنا مثل بتعروف الأريثرومايسين كانت بايتك مفيد للتريتمينت مع أبر سبايراتري ترايكت السوفت تيشو انفكشن اللي مثل ما قلنا راح تكون على أكثر بواسطة الجرام بوزيتف أحيانا هو يستخدم بال بنيريال ديزيز اللي هي القناري السيفليس أيضا الفائدة كبيرة بالنسبة له وكبدين مثل ما قلنا بحالة أنه الأكوالرجيك للبنيسينين ال كوميرشيال بروديكت هو الأريثرومايسين اي اللي موجود يستخدم هو الأريثرومايسين اي اللي راح يستخلص من نوع من الستريبتومايسز مايكرو مايكرو أرجانيزم أكو الأريثرومايسين بي وأكو الأريثرومايسين سي الأريثرومايسين بي الفرق مالته إنه إنه هذي الأريثرومايسين موجودة بالأريثرومايسين أي بالأريثرومايسين بي تكون غير موجودة اللي هي بوزيشن 12 إحنا قلنا الترقيمة منها واحد فمن راح ترقم فالأريثرومايسين اللي بوزيشن 12 تكون ما موجودة هذي بالبي بالسي الفرق راح يكون بال شقر موليتي هنا أنا مثل ما تشوف عدنا ميثوكسي جروب بالسي هذي تكون H مو مثل جروب هذي الفرق بين عاتهم من إجاد يدرس الأكتيفتي شاف أنه الأريثرومايسين بي أقل تأكززتي من الأريثرومايسين أي بس الأكتيفتي مالته أقل حوالي 80% هو بالنسبة إذا اعتبرت الأريثرومايسين أي 100% فلذلك بدأ يفضل الأريثرومايسين أي الأريثرومايسين سي شاف الأكتيفتي مالته مؤقل من عدم بس أثناء التحضير لأنه كلها بايوسينثيتك شاف أنه الكمية التي تتكون من الأريثرومايسين سي هي كلش قليلة فلذلك الكميرشيل الموجود اللي راح يستفاد منه أو يستخدمه هو الأي مثل ما قلنا من مالتنا راح نعرف أنه الأريثرومايسين أو المايكرولايد وصورة عامة والأريثرومايسين اللي واحد منهم هو بايزيك كومتوند راح يكون ستابل حتى الرينج بين 2 إلى 10 ونص بالأسد يكون الستابل مالتا كلش قليلة لو تلاحظ مالتا شاف أنه بالأسد أول شي راح تفتح هذه جي اتش هنا وبعدين هنا يصير نوع من الريلش الأخرى تسوي الرينج ثاني هنا وبالحالة تتوقف نهائيا فبالبي اقل من 4 الأريثرومايسين يكون انستابل وهذا الشي اللي خلا يفكر لأنه من راح انطيق غره لي معناها راح تسوي لدي اكتيف اشن فأول ما بدي يفكر انه سوى نوع من حتى الأريثرومايسين لي تأثر بالجاستريك أسد ويدخل الى الجدنم هناك راح يمتص وينطي الاكتيف مالته بس تعرف دائما احنا نفكر انه مثلا نغير على حتى زيد السوليبليتي حتى لل الووتر سوليبليتي او حتى زيد ال ابزوربشن زيد ال ديوريشن زيد الاكتيف فكانت اكثر من دراسة قسم الفكرة وانه حتى حضر كبرانترال او انه غير السوليبليتي مالته حتى يقدر نسيطر عليه الى انطي اورلي فمن ضمن طبعا من سوى الانترال كوتد تابلت او سوى كابسول انه فكر يستخدم الباز بس بس حتى غير السوليبليتي وغير ال ابزوربشن مالته سوى اكثر من نوع من السولد وكان عنده تو بوزيشن حتى يسوي السولد او النوع الاول سوى على ال موجودة على الامينو شغر والنوع الثاني سواها على الامينو جروب فهنا انطاب ال دريفتب على الامينو جروب على دوسوس امين مويت استخدم لقلوكو هبتانيت هسه رح ناخد عليه قلوكو هبتانيت رح يجي تصل هنا او الاكتو باي الاكتان هم هنا رح يكون هنا ال بايندين مالتا واستخدم على ال او اتش اما ستيرك اصد مثل ما بدأ تشوف اللي هو ممتعش سكاربون بي او استخدم المثل ساكسانيت ايضا على هذا ال او اتش اللي موجود على ال ديسترسامين او استخدم الاستيوليت اللي هو هنا ايضا سو استر البروبانويت وخل ويا اللوريل سولفيد وبدأ يقارن بين هذه المركبات وشون رح تأثر طبعا رح نشوف انه هذه الاستر اللي خلاها الاستياريت وال اثل سكسانيت وال الاستيوليت كلها ما كان بيها اكتيفتي ان فيفو لكن بعد ان تدخل اما مثل ما رح نشوف الاستياريت يصير بهذه درويس بال انتستن وتصل البيز او مثل السكسانيت وال الاستيوليت رح يدخل للبلد ويصير به هيدروليس ويلا ينطيني الارترامايسين بيز اللي هو رح ينطي الاكتيفتي فمعناها كل هذي ال او الاسترز اللي هي الاسترز اللي هي الارغانيك سالت كل هذي الاسترز رح تكون برودراج للارترامايسين اللي رح ينطي الاكتيفتي مالتا من بدء يقارن بين هذه البيز الانتر كوتيد بيز وبين الاستروليت استر وبين السكسانيت استر وال الاستياريت شاف انه الاستياريت اللي هو هذا هو الواحد بيهم اللي رح ناخذه ك دريبت راح ما يدخل ما يعبر من الجاية الى البلود الا بالانتستر رح يصير به هيدروليس والبيز هو اللي راح يدخل الى البلود سترين بالنسبة لل اثل سكسانيت واللي قلنا هم رح يتصل هنا وبالنسبة للأستيوليت شاف لا راح يصير بيهم ابزوربشن ثرو دي ممبرين ورح يدخلون للبلود باريير وبالبلود راح يصير سترين العفور راح يصير بيهم هيدروليس وانطوني الاريثروميس بس شاف الاستيوليت الابزوربشن مالتا اعلى من الاثل سكسانيت يعني لما حاول ينطي الاثل سكسانيت شاف انه الاستيوليت بنفس الجرعة اورالي ممكن ينطي اعلى الكونستريشن مالتا بالبلود سترين ومع كل هذه الدراسات هو شاف ايضا انه البيز لما 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 داخل تابلت او داخل لها كابسول اللي تقدر تحفظها الى ان تدخل الى لمعه كانت افضلية لها بالامتصاص والدخول الى البلاد بس طبعا هذه المركبات ما كانت في شيء غير جيد لا فادتها بأحيانا معينة ما يمتصل البيز أو ما تقدر توصلها الى الأمعاء هذا ان يكونون أفضل ومثلا شاف ان الأستوليت ممكن يمطيق يعني مثل سكسونيت يمطيق مثلا هذي هبتانويت ممكن يمطيق الستياريت والرستيوليت مثل سكسونيت السوليباليتي مالتها قليلة بالووتر لكن فحتى يمطيقها كفرانترالي لازم يحضرها كسسبنش بينما الهبتانويت يستخدم الكلوكوابتانويل واللاكتو بايو الاكتو بايونات سولت هذاني كانت الأفضلية لهم انه كلش سوليبل بري سوليبل انووتر فقدر يحضر منها انجيكشن و انترافيناص لي ممكن استخدمها انترافيناص لي بس بما انه دولاك يستخدمون انترافيناص لي فهذان ما جربوهم انترافيناص لي يعطون بس انترافيناص لي بحالات انه بقية الجرع ما ممكن استخدامها وبحالات كل شطرارية رح يستخدم هذه السولتس اللي هي مثل ما قلنا الاتصال معلتها رح يكون على الأمينوغرو بالنسبة للديسوسامين بصورة عامة الأريترامايسين رح يكون وجودة بالبلد مولي فترة طويلة وانما الديستروبيوشن مالتا رح يكون بالبودي ووتا وبعدين شوي شوي يصير بي ريليز الانتباعتك هذا شاف انه كونستراتي باي لفر عندكسكريتل اكستنسيفلي انتو دي باير اذا ما رح يكون عن طريق الريناد رح يكون عن طريق الباير مثل ما تعفون الأريترامايسين النطي كل سالساعات لين الهالف لايف مالتا مثل ما ومفح لك هنا بشغل الأريترامايسين انه رح يصير بي اوكسيدف دي ميثيليشن اللي هو نوع من الميتابوليزم الى بواسطة السايتوكروم بي فور هندرد ففتي رح يسوي له دي ميثيليشن اللي حتى يسوي له بيتابوليزم فبهالحالة الأريترامايسين يسوي له الانهيبشن للسايتوكروم بي فور هندرد ففتي فبهالحالة رح يكون اكو نوع من الحذر بالاستخدام اذا كان المريض دي يستخدم ادوية معينة لين رح يصير نوع من الانهيبشن لين هذي الاكسيكريشن مالتها رح يكون بواسطة الميتابوليزم بواسطة هذا السايتوكروم فبما انه الارترامايسين دي سوي له انهيبشن او دي اكتيبيشن فمعناه هذي المركبات رح تتركز وتطيني التوكزك افكت مالتها ومن هذي المركبات مثل ما ذاكر لك هنا الاثيوفلين الهايدروكسيكومارين اللي هو انتيكوكلينت البنزودايزيبام جماعة الالبروزالام هذي كلها الكاربازيبام فاذا لازم اتحذر او الانتهيستامين الدراج اللي هو الترانفنين هذي لازم كلها اتحذر من انتي الارترامايسين اذا كان المريض يستخدمها في صورة عامة تقززة الارترامايسين كلش قليلة او معدومة لكن بي سايد افك اللي هي واهمها انه فالنوع من التأثير على الجي اي تي والليفر الارترامايسين رح يسوي استيميوليشن للجي اي تي موتيلتي واللي على اثرها يصير نوع من الكرامس واحيانا دياء دهارية خصوصا للاطفال للتشلدرن والليونج ادالت وبيه شغلة اخر اللي رح يسوي الكاليوستاتيك هبيتايتس الكاليوستاتيك هبيتايتس هي ايضا في التأثير الجانبي للارترامايسين طبعا مثل ما بدنا نشوف لانه البيتابوليزم مالتا هو عن طريق البايل فهذه السايد افك مالتا اللي رح تكون نوعا ما تأثر على استخدام يعني بتحدد نوعا ما الاستخدام مالتا اذا التأثير على الجي اي تي بزيادة الموتلتي مالتها والكاليوستاتيك هبيتايتس اللي رح تأثر بي فإذا رح نجي على الدريفتف اول واحد مثل ما قلنا الاستياريت مثل ما شفت هو استر على الدسسامين او ايج اللي هي الامينو بلايكوسايد رح يستخدم الاستيارة كاسد هذا المركب مثل ما قلنا انه رح يصير به هيدروليسيز بال جي اي تي ويمتصل بيس فقط طبعا نوعا ما يكون بي يعني الاسد لابلتي يعني ممكن الاسد ايضا يأثر عليه المركب مالتنا مستخدم مثل ما قلنا حتى يعني هو الفائدة الزيج زيد الاستيابوليتي اغانست اسد الثاني هو الاتلسكسين طبعا رح تقول شنو التاثيرات هو رح يكون نفس تاثير البيز بالنسبة للستير لانه اصلا دي صير بهايدروليسيز بالانتستن ونفس فكرة الكوت انتركوتد فورمليشن رح ينطي البيز والبيز ينطي التاثيرات مالتا بالنسبة للاريثرومايسين اثل سكسينيت مثل ما تشوف انه الو ايج هنا طبعا سكسينيك اسد بس السكسينيك اسد ايضا هنا وصل يعني مو كاربوكسيليكو وانما استر ايضا يعني دايستر الافضلية مالتا هذا انه نوعا ما اقل اسد لابل يعني اقل من الاستيارات شوي بيه نوع من الاستيابوليتي الشغلة الدي الاخرى انه الفوت زيد الابزوربشن مالتا هذه صفة جيدة انه حتى يطي مثلا بعد الطعام حتى يعني يكون شخص ماكل حتى لاي يطي السايد افكت مالتا الاريترومايسين ومثل ما قلنا هو ما باي اي الاكتيفتي لكن الاكتيفتي مالتا راح تكون بعد ما يدخل الى البلودستريم ويصير بهايدروليسيز ونفس الفكرة انه راح يتجمع بال بالتشو بالووتر افتشو بعدين يصيب يريليز وينطي الاكتيفتي الاستيوليت مثل ما قلنا كان بي سوبريريتي على البقية بالامتصاص وبالكونستريشن راح ينطي بالبلود ونفس الوقت شاف حالات معينة من الارفر الاسبار الانفكشن ينطي الاكتيفتي لكن العيب مالتا كان هو اكثرهم تأثيرا بانه يضطي الكليوساستيك الكليوساستيك هبيدايتز الاستيوليت مثل ما تتشوف هو بروبانويت استر يعني هاي الوه وهذا البروبانوك أسد سوالي بروبانويت وهذا اللوري الصالفات طبعا تقول شنو الفائدة منه وهذا وجوده هذا رح يكون نيجاتيب وهذا تعرف التأيس بوزيتف فرح يكون نوع من الانتراكشن فيكون كموليكيول أيضا ما بي اكتيفتي الان يدخل ورح ينفصل اللوري وبنفس الوقت هذا يصب بهايدروليس فينطيني الاختف اريترومايسين اللي أنا احتاجه فنوعا ما رغم انه الامتصاص مالت جيد ممكن يطيني مثل ما قلنا كونستريشن أعلى بالفلاد لكن مثل ما قلنا عيبة انه الكلياستاتيك بتايتس مالت تكون أعلى من البقية زين الدريبت بالاخر مثل ما قلنا هو الأريترومايسين غلوكو سيبتات هذا هو الأريترومايسين وهي غلوكو هتانويت مثل ما تتشوف هذا الستريكتشور مال الأريترومايسين وهذا ال اللي الهبتاو الهبتاو الهبتاوكس اللي راح يجيز يتفاعل اللي هي الأمينو جروب هذي الفائدة مالتها مثل ما قلنا بحالة أنه أي نوع من هذي الدريبت ما راح تكون تقدر تنطي الاكتيفتي أو مثلا ما قدر انطي غورلي راح انطي باي انجكشن واللي هنا انترافينيس انجكشن نفس الشي بالنسبة لل الاكتو بايونيت هذا همينا بنفس الفكرة مالت اللي سبت الدريبت الآخر اللي هو الاريترامايسين اللي هو سيميسينثيك هنا لكلاراثامايسين وانتو كيد اتعرفتو عليه بالصيدلية لكلاراثامايسين هو التغيير الوحيد لو تشوف الستركتشور هنا مجرد الو اتش اللي بفوزيشن احنا قلنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة اللي هي بوزيشن سيكس حولها من غيدروكسيل الى ميثوكسي جروب هذا التغيير البسيط اللي هو هذا السيميسينثيك دراج انطافت اكتيفتي جيدة انطاف دوريشن اعلى ابزوربشن افضل السايد افكت بتأثير على جي اي تي كان هواي اقل مثل ما قلنا الابزوربشن اعلى دوريشن مالتا ممكن انطي توايز دايل بس تأثير على ال 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 اللي الكروموسايد بي فور هندرد ففتي كان نفس الشي مثل الاريثنومايسين ولذلك ايضا اتحذر من استخدمها والمركبات اللي ذكرناها مثل الكيو مارينز ومثل الدايزي بين او الكيو مارينز اللي هي انت لازم يستخدم بحذر بس مثل ما قلنا تأثير الجانبي على المعدة او ال جي اي تي راح يكون سوري ال جي اي تي راح يكون اقل الابزوربشن مالتا افضل شاف انه الميتابوليزم مالتا وراح يصير هايدرويكسيليشن على البوزيشن 14 وشاف انه هادي ال 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 راح يتكون ايضا بي انتي مايتروبيا الاكتيفتي بس اقل من الكلاراثاميسين نفسه فايضا كان هذا شيء جيد بالنسبة للاكتيفتي وطبعا الاكسيكريشن هو بالنسبة الكلاراثاميسين بس ابطأ من ال اريترومايسين لذلك الاكتيفتي مالتا شاف انه هوايا مثل مذاكر لك من ال بكتريا اللي هي من المايكروبز اللي يكون الكلاراثاميسين اكتيفتي مالتا اعلى من ال اريترومايسين واقول انواع الاريترومايسين ما لا تأثير عليها هو راح يكون ال انتي بكتيريا الاكتيبيتي عليها الكلابات هامايسي مثل ما قلنا الفود ما راح يأثر على الامتصاص مالتا وغادفت شي جيد لأنه مثل ما قلنا ممكن انطيل أثناء الطعام أو غادة الطعام حتى لي طيني أي سايد افكت مثل ما قلنا هو أصلا السايد افكت مالتا على الجي اي تي راح يكون كلش قليل بس أهم شي انه السايد افكت اللي هو على السايد اكروم بي فور هندرد ففتي واكسيدياز راح يكون موجود فمثل ما قلنا لازم نتحذر باستخدامه الدريباتف الآخر اللي هو أيضا سيمي سينثتك والتوهم أيضا اللي تعرفته عليه ويستخدمه هو الأزيترومايسين الأزيترومايسين يفرق عن الأريترومايسين وعلى الكلاراثامايسين بأنه الرنج نفس بس سوا بيه تغيير شارل الكاربونين الجروب اللي هنانا وخل وضاف مثل وتيرشاري أمينو جروب بالرنج والرنج مكان ما كانت أربعة طعش صارت خمسطعش هذا التأثير أنت إحنا دائما قلنا لدور على الباقي كله نفسه ما قغير بس هذا التغيير هذا التغيير ويستمتع هواية فائدة للاكتيفتي مالت هذا المركب طبعا هنانا هسه الرنج تغيرت التسمية مالتها صارت أزل عيد رنج لأنه ضافلها الأمينو جروب هذا الزيتراميسين الجوريشن مالتا حتى أعلى من الزيتراميسين وانز ديلي أنت تعرف أكيد الشغلة الأخرى اللي هي كلش مهمة تأثيره على السايتوكروم كان تقريبا معدوم فما يسوي نهيبشن للسايتوكروم بي فور هندرد ففتي هذي أيضا تحسب له أنواع من المايكروبس اللي الألتراميسين والإكتاراتاميسين ما أثرت عليها مثل الغانوريا الترايكومولتس هذي هو عليها بس بي شغلة أنه الستابلتي مالتا مثل الإكتاراتاميسين ستيبل للأسد فممكن أنطيه أورالي تتدري القراراتاميسين تأخذ أورالي الأزيتراميسين أيضا أورالي والإمتصاص مالتا جيد الستابلتي مالتا جيدة بالأسد بس الفود يأثر على الامتصاص مالتا فالمفروض لما أنطي الأزيتراميسين أما قبل الساعة من ما أكل المريض أورا ساعة يام من أكله حتى تكون المعدة خالية حتى يكون الامتصاص مالتا جيد لأن وجود الفود بالمعدة راح يأثر لي على الامتصاص أو بالجأيتي طبعا راح يأثر لي على الامتصاص مال الزيتراميسين يعني هنا أنا وعكس الكلاراثاميسين الصفر الأخرى اللي تشايف الأكثر أو معظم المستحضرات مالتا هي ثري كابسول شاف بي أيضا مثل ما قلنا الستروبيوشن مالتا راح يكون بالتشو وبعدين يصير بي قراجو لريليز فشاف أنه ريليز مالتا راح يكون خلال هذا اللي يمطي السوبريراتي والأكتيفتي مالتا بغاية من الانفكشن اللي البقية ما قدرت تطي اكتيفتي بيها وهذا السبب طبعا لأنه شاف طبعا الاكسكريشن مالتا أكثر شي راح يكون بالفيسيز ويكون ونفس الوقت شاف أنه راح يكون نوع مثل الحالة اللي الكلاراثاميسين أكو فالنوع من باي يرجع معناها للبلدسترين فهذا اللي راح يسوي الاكسكريشن مالتا بطء ولذلك راح يكون تأثير مالتا دوم 5 دايز هذي بالنسبة للدريباتيب اللي هي هذي الكلاراثاميسين والأزيتراميسين اللي هي سيمي سينتاتيك بالنسبة للأريتراميسين المركب الآخر اللي هو قلنا أيضا مايكرو لايتس مثل ما تتشوف وهمنا به هذه البيج لعكتور رينج وهم به الجسر سامين اللي قلنا موجود بالأريتراميسين وموجود بهذا المركب أيضا بس الفرق عنده بالشقر هذا النوع الشقر اللي هنا الموجود هو الاندروز المركب هو التلولندوميسين التلولندوميسين هو الاستر تراي استر للاندوميسين اللي مثل بدأ تشوف هنا هذا على على البوزيشن الدوسر الثانين وعلى الشقر الآخر هنا على وهنا هنا الاستر الآخر اللي هذي بهذا البوزيشن ثم تشوف ان الترقيم هنا فواحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ست سبعة ثمانية تسعة عشرة فاذا هو بوزيشن 11 وايضا بفرق آخر هذي التراي سيكلي موجودة ثمانية الفعالية هي الاندوميسين التلاندوميسين هو البرودرق الى رح يدخل للجسم معناها ما بي اكتيفتي هو شاف انه ما بي اكتيفتي الا بعد ما حيدخل للجسم وصير هيدروليسز الهادي الثري السترز اللي هي بالشقر هذي اللي بالشقر رنق وبالأمينو شقر رنق اللي هي هذي الاخرى حال الوهج واللي بهذا البوزيشن اللي الالفين رح يصير بيها هيدروليسز وتمطيني الالينديومايسين اللي هو يمطي الاكتيفتي شاف انه طبعا الفائدة الالينديومايسين مثلا هنو استخدم ايضا كسولد كسفوسفيت شاف انه طعم رح يكون غير جيد بينما الالينديومايسين مادي تيست بيه هواية من الاكتيفتي اللي هي كلش قريبة ونفس الاسبكترم تقريبا مالي الالينديومايسين الاورال ابزوبشن مالتا كان جيد وممكن انطي توايز ديلي لكن السايد اثيك مالتا اللي يخلى نوعا ما محدودية استخدام هذا المستحضر هو تأثير على السايتوكروم انزاين اللي هو P450 انزاين رح شاف انه بشمال تأقوى من كل انواع الاريترامايسين اللي ذكرناه وبنفس الوقت كاليوستاتيك فيتايتس تأثير عليه كان كلش قوي وكان بنوع من الالرجي ولذلك استخدام كان نوعا ما محدد عن البقية تأثير 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 تأثير